يمن سيكون له دور متقدم جدا 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 في تحرير المنطقة من الاستعمار ممكن تسألني إيران مثلا إيران طبعا هي قدمت النموذج الأول وهي قدمت الفكرة والنظرية والسيد حسين الحوثي قدس النفس الزكية أفكاره استمدها واقتبسها من الإمام ورميني ولكن بالعمل يمن سيكون له دور عظيم جدا حتى نستكشف بعمق المواقف الشريفة والمتقدمة لأخوتنا وأهلنا في اليمن لابد أن نعود إلى الخلفيات الثقافية والفكرية والعقضية للشعب اليمني بل لابد لنا أن نعود إلى الجذور التاريخية لهذه المواقف من خلال قصة السبق ممكن أن نقطبس الكثير من صفات أهل اليمن من هذه وهذا يدل على الطبيعة اليمنية عندما وصلت رسالة سليمان عليه السلام الملكة بلقيس جمعت مجلس الشورى فقالت يا أيها الملأ مفتوني وقالت لهم كتاب إذا كان من ملك محتل يعني إن الملوكة إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ركزت على أقدس قضية في نفوس اليمنيين ما هي الكرامة العزة وإلى الآن ما زالت موجودة الكرامة بيقتنس الفرص يعني بيعرف أين تا بيضرب ووان بيضرب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر